السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 10 من الشابتر الثالث هنجيب إحداثيات ميلر لديركشن بي قادة ديركشن بي نبص نلاقي إحداثيات نقطة النهاية ونقطة البداية زي ما احنا شايفينهم نقطة البداية 0-0-0 ونقطة النهاية 1-1-1 أطرح الاثنين من بعض يعني أطرح إحداثيات النقطتين من بعض أبصى ألاقي ناتج الطرح عندي يبقى 1-1-1 أسأل نفسي سؤالين هل عندي فريكشن عندي كسر ما عنديش كسر طب هل عندي علامة سالب ما عنديش علامة سالب فيبقى النتيجة عندي هي المنظر اللي أنا شايفه قدامي دلوقتي بعد محطيت بين كسين مربعين وشلتي الكومة اللي بين الأرقام